السلام عليكم. نشوفوا الاعداد الكسرية خمسة الضرب. صفحة ستة وتمانون كتاب الجيد في الرياضيات لسنة السادسة ابتدائي. التمرين رقم واحد اقرأ المسألتين بتأنين ثم قم بحلهما. الف الشكل المرسوم هو مربع طول ضلعه واحد ماتر وهذا المربع وهذا هو الضلع. جزئنا هذا المربع الى واحد وعشرون مستطيلا لها نفس المساحة. يا هاد المستطيلات. لاحظ الشكل ثم اوجد مساحة المستطيل الاحمر بطريقتين. باستخدام المستطيل الاخضر. هذا. ثم باستخدام باستعمال طول وعرض المستطيل الاحمر. يوه هاد المستطيل. اولا باستخدام المستطيل الاحضر. المستطيل الاحضر. طوله. هو. واحد على سبعة. واحد اتنين ثلاثة قربعة خمسة ستة سبعة واحد على سبعة. وعرضه هو. واحد على ثلاثة. اذا مساحته. ايه مساحة هذا المستطيل الاحضر. بالمتر مربع. مية. الطول في العرض وهي واحد على سبعة في واحد على تلاتة تساوي. واحد على. اولا اه كيفية حساب ضرب او جداء عددين كسريين. كنضرب البسط في البسط. اذا واحد في واحد هي واحد. ثم المقام في المقام هي سبعة في ثلاثة تساوي واحد وعشرون. وبالتالي. من ساحة. المربع الاحمر. هي مربع الاحمر بعشرة مستطيلات حمراء لها تقايز هذا المستطيل الاحضر. اذا مساحة المربع هي. مساحة هذا المستطيل هي واحد على واحد وعشرون في عشرة اللي هو عدد المستطيلات. ويساوي. عشرة على واحد من وعشرون. مثل مربع. هذه الطريقة الاولى ثم الطريقة التانية باستخدام او باستعمال طول وعرض المستطيل الاحمر. طول هو خمسة على سبعة والعرض هو اتنين على ثلاثة. هذا هو العرض ثم الطول. طوله هو خمسة على سبعة وارضه هو اتنين على ثلاثة. اذا. المساحة هي بالمتر المربع. طول في العرض هي خمسة على سبعة في اتنين على ثلاثة تساوي خمسة في اتنين هي عشرة سبعة في ثلاثة واحد وعشرون متر مربع. ثمارين رقم اتنين اغتسم عثمان وادريس كعكة كعكة حلوة بحيث اكل عثمان نصف ثلاثها بينما اكل ادريس ثلاثة ارباع ثلاثيها. ما هو العدد الكسري الذي يمتل نسبة ما اكله عثمان من كعكة ما اكله ادريس من كعكة. وكذلك الجزء المتبقي من الكعكة. الكسر الذي يمتل ما اكله عثمان هو اكل عثمان نصف ثلاثيها. نصف ثلاثيها. النصف هو واحد على اتنين. ثلاثيها. تساوي. واحد في واحد هو. واحد على اتنين في ثلاثة ستة. قلنا نصف ثلاث الكعكة. وبالنسبة. لادريس اكله. ثلاث ارباع ثلاثة ارباع وهو الكسر الثلاثة على اربعة. في ثلاثيها لهو اتنين على ثلاثة. ثلاث زائد الثلاثة لهو ثلاثي الكعكة. ويساوي. ثلاثة في اتنين. هي. ستة على ثلاثة في اربعة اتنى عشر. تساوي. نختازله بستة. يعني قسمه البسط والمقام على ستة. يساوي واحد على اتنين. وهذا هو الكسر الذي يمثله ما اكله ادريس. واحد على اتنين. الكسر الذي يمثل الكعكة هو واحد على واحد. النقص منه. ما اكله عثمان وادريس. ثلاثة على ستة هو الجزء الذي الكسر الذي يمثل الجزء الذي اكله عثمان زائد الكسر الذي يمثل ما اكله ادريس. لهو واحد على اتنين. نساوي. واحد على واحد ناقص. نوحد المقامين. مقام واحد هنا هو اتنى عشر. ستة في اتنين. ثم واحد في اتنين. اتنين زائد واحد في ستة ستة. نساوي واحد على واحد. ناقص. تمانية على اتنى عشر. ثم تساوي واحد على واحد. آآ آآ تختاز له هاد الكسر. آآ نقسمه البصل والمقام على اربعة. ادن تمانية على اتنى عشر تساوي اتنين على تلاتة. ثم نوحد المقام تساوي تلاتة على تلاتة ناقص اتنين على تلاتة. تساوي واحد على تلاتة وهذا هو الجزء المتبقي من الكعكة او الكسر الذي يمثل الجزء المتبقي من الكعكة. تمرين رقم اتنين احسب الجداءات التالية. اتنين على خمسة في اربعة على سبعة تساوي. قلنا آآ ضرب او جداء عددين كسريين. نضرب البسط في البسط والمقام في المقام تساوي اربعة في اتنين تمانية ثم خمسة في سبعة خمسة وتلاتون. ثم اتنين على تلاتة في خمسة على سبعة تساوي. اتنين في خمسة عشرة وتلاتة في سبعة واحد وعشرون. اربعة على تسعة في تلاتة على ستة تساوي اربعة في تلاتة اتنى عشر. ثم تسعة في ستة اربعة وخمسون. واحد على اتنين في اربعة على تلاتة تساوي واحد في اربعة اربعة واثنين في تلاتة ستة تساوي اربعة على ستة. واحد على اتنين في تلاتة على اربعة تساوي واحد في تلاتة تلاتة اتنين في اربعة تمانية اذا تساوي تلاتة على تمانية ثم اتنين على سبعة في تمانية على خمسة تساوي اتنين في تمانية ستة عشر وسبعة في خمسة خمسة وثلاثون. تمر يقم تلاتة احسب ما يلي. تمانية عشر. في واحد على تسعة وعشرون تساوي. تمانية عشر تساوي تمانية عشر على واحد. اذا تمانية عشر في واحد تمانية عشر واحد في تسعة وعشرون تسعة وعشرون. اتنى عشر على خمسة عشر في سبعة عشر تساوي كذلك سبعة عشر تساوي سبعة عشر على واحد. اتنى عشر في سبعة عشر سمائتين واربعة على خمسة في واحد هي خمسة عشر. تمانية على تلاتة عشر في عشرة. تساوي كذلك عشرة على واحد. ساوي تمانية عشر تمانون على تلاتة عشر. ثم خمسة سفر فاصلة خمسة في تلاتة على اربعة. تساوي آآ سفر خمسة تساوي خمسة على عشرة في تلاتة على اربعة. تساوي خمسة في تلاتة خمسة عشر. ثم عشرة في اربعة اربعون. ثم واحد فاصلة خمسة في ثلاثة على اربعة تساوي واحد فاصلة خمسة تساوي خمسة عشر على عشرة. نرجو العدد عشري عدد كسري في تلاتة على اربعة تساوي تساوي خمسة اربعون على عشرة. عشرة في اربعة اربعون. يمكن اختزال هذا الكسر. خمسة واربعون على اربعون بتقسيم البسط والمقام على خمسة. نساوي تسعة على تمانية وكذلك خمسة عشر على اربعون. يمكن اختزالها. قسم البسط والمقام على خمسة تساوي تلاتة على تمانية. ثم سبع على تلاتة في سفر فاصلة مئة وخمسة وعشرون تساوي نرجو العدد العشري الى عدد كسري سبع على تلاتة في مئة وخمسة وعشرون على الف ساوي سبعة في مئة وخمسة وعشرون ساوي تمانية وخمسة وسبعون على تلاتة في الف هي تلاتة الاف تختز لكذلك العدد نقسم البسط والمقام على مئة وخمسة وعشرون نساوي سبعة على اربعة وعشرون تمرين رقم اربعة اكتب على شكل عدد كسري مختزل ما يلي تلاتة على سبعة في خمسة على اتنان بين قوسين في تلاتة على اربعة تساوي اولا نحسب ما بداخل القوسين تلاتة في خمسة خمسة عشر على سبعة في اتنان اربعة عشر في تلاتة على اربعة تساوي خمسة عشر في تلاتة خمسة واربعون على اربعة عشر في اربعة ستة وخمسون يدن الكسر وهو خمسة واربعون على ستة وخمسون وهو كسر مختزل لماذا? لان خمسة واربعون وستة وخمسون ليس لديهم قاسم مشترك. ثم اتنان على سبعة في تمانية على احدى عشر في تلاتة على خمسة بين قوسين تساوي اتنان على سبعة نحسب ما بداخل القوس في تمانية في تلاتة اربعة وعشرون على احد عشر في خمسة خمسة وخمسون تساوي اتنان في اربعة وعشرون تمانية واربعون على سبعة في خمسة وتمانون كذلك تمانية واربعون على تلاتة مائة وخمسة وتمانون كسر مختزل سبعة على خمسة في اربعة على تلاتة بين قوسين في نفتح القوس اتنان على تلاتة في اربعة على احضا عشر تساوي سبعة في اربعة تمانية وعشرون على تلاتة في خمسة خمسة عشر في اتنان في اربعة تمانية على تلاتة في احضا عشر تلاتة وتلاتون ثم تساوي تمانية وعشرون في تمانية ساوي مئة واربعة وعشرون على خمسة عشر في تلاتة وتلاتون تساوي تمانمائة وخمسة وعشرون. اذا الكسر كذلك مئة واربعة وعشرون على تمانمائة وخمسة وعشرون كسر مختزل. ثم واحد على ستة في ستة على سبعة بين القوسين في سبعة تساوي واحد في ستة 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 في سبعة اثنان واربعون في سبعة سبعة تساوي سبعة على واحد ثم تساوي ستة في سبعة اتناني واربعون على اتناني واربعون اتنان واربعون في واحد اتنان واربعون بالنسبة لكسر اتنان واربعون على اتنان واربعون كسر غير مختزل قبل الاختزال وذلك نختزل باتنان واربعون نقسم البسط والمقام على اتنان واربعون تساوي واحد تمرين خمسة اكتب على شكل عدد كسري مختزل ما يليه اتنان على تلاتة في واحد اربعة على تلاتة زائد واحد على تلاتة تساوي نجمع بين كسرين داخل القوس. نحن على تلاتة. آآ المقام موحد اذا في اربعة زائد واحد خمسة على تلاتة ساوي اتنان في خمسة عشرة تلاتة في تلاتة تسعة عشرة على تسعة كسر مختزل ثم واحد على اتنان في القوس واحد على خمسة زائد ستة على ستة يساوي واحد على اتنان واحد المقامين. المقام واحد وهو تلاتون خمسة في ستة ثم واحد في ستة وستة في خمسة ساوي واحد على اتنان في ستة زائد تلاتون ستة وتلاتون على تلاتون نساوي ستة وتلاتون على ستون ستة وتلاتون على ستون والكسر غير مختزل وبذلك نختازل ونقسم على اربعة بالنسبة ولمقام نساوي ستة وتلاتة مقصومة على اربعة ساوي تسعة وستون مقصومة على اربعة تساوي خمسة عشر. كذلك تسعة على خمسة عشر كسر غير مختزل. تقتزلوا بتلاتة. قسمه البسط والمقام على ثلاتة. ساوي تلاتة على خمسة. دينا ده هو الكسر المختزل تسعة على سبعة. في قوس واحد على اربعة زائد اتنان. نحسب دائما ما بداخل القوس. تسعة على سبعة زائد. نوحد المقامين. مقام موحد هو اربعة. اذا واحد على اربعة زائد تمانية على اربعة. ضربنا آآ البسط والمقام كأننا المقام هو واحد. ضربنا البسط والمقام في اربعة. ساوي تسعة على سبعة زائد عفوا في. في واحد زائد تمانية تسعة على اربعة ساوي واحد وتمانون على تمانية وعشرون تلاتة على خمسة في تلاتة على اربعة زائد واحد على تلاتة تساوي تلاتة على خمسة في مقام موحد هو اتنى عشر. تلاتة في اربعة ثم تلاتة في تلاتة تسعة وواحد في اربعة اربعة ساوي تلاتة على خمسة في تلاتة عشر على اتنى عشر ساوي تلاتة اه 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 اكبر تلاتة في تلاتة عشر تلاتة في تلاتة عشر تسعة وتلاتون على خمسة في اتنى عشر ستون نساوي تسعة وتلاتون على ستون ثم واحد على اتنى في واحد على خمسة زائد واحد على اتنى في ستة على خمسة نحسب ما بداخل القوس او القوسين ساوي واحد في واحد واحد على اتنى في خمسة عشرة زائد واحد في ستة ستة على اتنى في خمسة عشرة تساوي مقام موحد هو عشرة واحد زائد ستة سبعة اذا تساوي سبعة على عشرة تمنى رقم ستة سهريج فارق ساعته اربعمائة وعشرون هيكتوليتر ما لانا سبعة على عشرة السهريج بالماء الف ما هي بالليتر كمية الماء التي اصدحت بالسهريج اولا نحسب الكمية بالهكتوليتر ثم نحول الى الليتر كمية وهي بما ان الصهريج ساعته هي اربعمائة وعشرون وملئة فقط سبعة على عشرة اذا نضرب العدد اربعمائة وعشرون في السبعة على عشرة يساوي مئتان واربعة وتسعون هيكتوليتر نحولها بالليتر تساوي تساوي تسع وعشرون الف واربعمائة ليتر ثم بقى اعبر بعد الكسري عن كمية الماء اللازمة لاتمام الصهريج العدد الكسري الذي يمثل سعة السهريج وهو عشرة على عشرة والنقص منه الجزء الجزء الذي ملئ لهو يمثل بالكسر سبعة على عشرة ويساوي الجزء المتبقي لملء او اللازم لملء الكمية اللازمة لاتمام ملء السهريج وهي تلاتة على عشرة سبعة حددت تكاليف بناء مدرسة باربعة ملايين وستمائة وخمسون الف درهم عند البدء في عملية الانجاز الانجاز تسلمت مقاولة بناء اثنان على خمسة المبلغ اي جوجت مرات خمس المبلغ وبعد الانتهاء من جميع الاشغال تسلمت الباقي الف ما هو المبلغ الذي تسلمته المقاولة في المرحلة الاولى المبلغ وهو خمسي المبلغ او تكاليف بناء هذه المدرسة اذا ناخد اربعة ملايين وستمائة وخمسونة الف مضروبة في اه العدد الكسري الذي يمثل المبلغ الذي تسلمه في اه بدء الانجاز اللي هو اثنان على خمسة اي خمسي المبلغ ويساوي مليون وثمانمائة وستونة الف درهم ثم ما هو المبلغ الذي تسلمته المقاولة بعد انتهاء هذه الاشغال انتهاء الاشغال وهو مبلغ التكاليف وهو اربعة ملايين وستمائة وخمسون الف مليون وثمانمائة وستونة الف يساوي مليونين وسبعمائة وثمانمائة الف درهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر